موضوع اليوم عن التركيب الجزيئي للحمد النووي DNA لتتعرفوا إلى تركيبه، انظروا إلى الاختصار DNA الذي يصف هذا الحمد النووي ويعني باللغة العربية الحمد النووي منقوص الأكسجين إذا نظرتم إلى الرسم أمامكم، يمكنكم معرفة كيف يصف الاسم تركيب هذا الجزيئ لكن أولاً، لماذا يسمى حمضاً نووياً؟ من أين أتت كلمة نووي؟ ببساطة، لأن الحمد النووي يوجد في أنوية الخلايا حقيقية النوة فمما يتركب هذا الجزيء الذي يوجد في الأنوية؟ يتكون كل جزيء DNA من سلسلة من نيوكليوتيدات لكن ما هو النيوكليوتيد؟ لديكم هنا سلسلتان من الحمد النووي يمكنكم تخيل هذا الشكل على أنه سلم وهذه السلسلة هي أحد جانبي السلم وهذه السلسلة هي الجانب الآخر وهذه الجزيئات التي تربط بين السلسلتين هي درجات السلم أين هو النيوكليوتيد هنا؟ هذا الجزء هنا هو أحد النوكليوتيدات وهو مرتبط بنيوكليوتيد آخر هنا وعلى الجانب الأيمن هذا نيوكليوتيد هنا وتحته مباشرة يوجد نوكليوتيد آخر هذا الرسم أمامكم أربعة نوكليوتيدات اثنان في الجانب الأيسر للسلم واثنان في الجانب الأيمن فمما يتكون النيوكليوتيد؟ لاحظوا أولاً مجموعات الفوسفات لديكم مجموعة فوسفات غير عضوية هنا ومجموعة أخرى هنا كل النيوكليوتيد يحتوي على مجموعة فوسفات غير عضوية هذه مجموعة فوسفات وهذه مجموعة فوسفات مجموعات الفوسفات هي التي تكسب رزيء الـ DNA صفة الحمضية إذا كانت المجموعة هنا حمض، فلماذا تحمل شحنة سالبة؟ يعلم الجميع أن الشحنة السالبة تجذب البروتونات إليها، وليس هناك أي بروتونات لتفقدها، فكيف تكون حمضاً وليست قاعدة؟ يحمل الحمض النووي DNA شحنات سالبة، لأن مجموعة الفوسفات حمض قوي عند وضعه في محلول متعادل، يخسر جميع ذرات الهايدروجين لذا فإن مجموعة الفوسفات في حمض الـ DNA ترتبط بالبروتونات ضعوا مكان الشحنة السالبة هنا رابطة مع ذرة هيدروجين تجذب ذرة الأكسجين هذه الإلكترونات إليها، ويجذب جزيء الماء ذرة الهايدروجين فتفقد مجموعة الفوسفات بروتون الهايدروجين، ولهذا فهو حمض لكن لو لم تكن موجودة في محلول، ستحافظ على ذرات الهايدروجين، وتكون حمضاً قوياً وبمجرد وضعها في محلول متعادل، تخسر ذرات الهايدروجين وهذا يعني أن مجموعات الفوسفات تمنح جزيء الـ DNA صفة الحموضة لذا لا ترتبكوا عند رأية مثل هذا الرسم والشحنات السالبة وتذكروا أن الشحنات السالبة نتجد عن فقدان بروتونات الهايدروجين وما ترونه هنا هو القاعدة المرافقة للحمض إذن يسمى حمض بسبب مجموعة الفوسفات في كل نيوكليوتيد ثاني مكونات النيوكليوتيد هذا الشكل الخماسي وهو جزيء حلقي وهو عبارة عن سكر يتكون هذا السكر من خمس ذرات كربون ويسمى رايبوز أي سكر خماسي هذا هو سكر الرايبوز في صورة سلسلة مستقيمة ومن الممكن أن يصبح شكله حلقي مثل العديد من السكريات ويمكن أن تتخذ السكريات عدة أشكال حلقية مختلفة لتتضح الصورة أكثر يجب ترقيم ذرات الكربون وابدأوا من مجموعة الكربونيل هذه ذرة الكربون واحد شرطة اثنان شرطة ثلاثة شرطة أربعة شرطة خمسة شرطة خمس ذرات كربون لتشكيل حلقة ترتبت ذرة الأكسجين هذه المرتبطة بذرة الكربون أربعة شرطة بذرة الكربون واحد شرطة عبر أحد أزواج الإلكترونات غير الرابطة لاحظوا كيف ينحن السهم وهذا ما يحدث فعلا تنحن هذه السلسلة في هذا الاتجاه لتكوين هذا المركب حيث تتخلص ذرة الكربون من إحدى روابطها الثنائية لتتمكن ذرة الأكسجين من الارتباط بها فتذهب إلكترونات الرابطة الثنائية إلى ذرة الأكسجين هذه التي ترتبط بدورها مع ذرة هيدروجين وبالتالي يتكون هذا الشكل انظروا هذه ذرة الكربون واحد شرطة اثنان شرطة ثلاثة شرطة أربعة شرطة خمسة شرطة لاحظوا أن هذه الرابطة بين الأكسجين وذرة الكربون واحد شرطة كانت جزء من مجموعة الكربونيل التي تخلت عن إحدى روابطها الثنائية مع الأكسجين وارتبطت ذرة الأكسجين مع ذرة هيدروجين وتخلت عن هذه الرابطة الثنائية فارتبط الأكسجين مع الهايدروجين بروتون الهايدروجين هذا هو هذا البروتون نفسه وهذه الرابطة التي باللون الأخضر التي تكونت بين ذرة الأكسجين المرتبطة مع ذرة الكربون أربعة شرطة وذرة الكربون واحد شرطة هي هذه الرابطة هنا ذرة الأكسجين هذه هي هذه الذرة نفسها لاحظوا أن الأكسجين هنا مرتبط بذرة الكربون أربعة شرطة وذرة الكربون واحد شرطة وذرة هيدروجين وتذكروا أن جزيء الماء يجذب ذرة الهايدروجين هذه لتكوين آيون الهايدرونيوم وبالتالي تفقد ذرة الأكسجين البروتون فكما تجذب ذرة الأكسجين هنا بروتون يمكن أن تفقد هذه الذرة بروتون أصبح لديكم الآن هذا الشكل الحلقي وهو يشبه الشكل الحلقي في الحمض النووي DNA لكنه نفس الشكل الحلقي في الحمض النووي الريبوزي RNA وهنا يكمن سر تسميته بالحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين فهذا هو السكر الخماسي رايبوز عند إزالة ذرة الأكسجين من مجموعة الهايدروكسيل يبقى ذرة هيدروجين فتحصلون على سكر رايبوزي منقوص الأكسجين وهذا ما ترونه في الرسم هنا هذه الحلقة من خمسة ذرات تحتوي على أربع ذرات كربون تشبه هذه ذرات الهايدروجين التي ترتبط بذرات الكربون توجد عند رؤوس الشكل الخماسي إذا قارنتم هذين الجزئين معا تجدون أن ذرة الكربون في هذا الجزئ ترتبط بمجموعة OH- وذرة H ولكن في هذا الجزئ ترتبط بذراتي هيدروجين أي ينقصه ذرة أكسجين ولذلك يسمى بالرايبوز منقوص الأكسجين هذا الجزئ هنا رايبوز منقوص الأكسجين آخر جزئ من مكونات النيوكليوتيد هو هذا ويسمى قاعدة نيتروجينية هناك أنواع مختلفة من القواعد النيتروجينية هذه قاعدة نيتروجينية وهذه قاعدة نيتروجينية مختلفة وهذه قاعدة نيتروجينية أخرى مختلفة لاحظوا هنا أن هذه القاعدة تتكون من حلقة واحدة وهذه أيضا من حلقة واحدة أما هذه فمن حلقتين القواعد التي تتكون من حلقتين تسمى بيورين أما إذا كانت القاعدة النيتروجينية من حلقة واحدة فتسمى بيريمدين هاتان القاعدتان على اليمين هما من نوع بيورين التي في الأعلى اسمها أدينين وهذه اسمها قوانين أما هذه القاعدة النيتروجينية من حلقة واحدة فهي من نوع بيريمدين واسمها ثايمين والقاعدة الأخرى من نوع بيريمدين في الحمد النووي DNA اسمها سايتوسين لاحظوا أن الثايمين يرتبط مع الأدينين والسايتوسين يرتبط مع القوانين لكن كيف ترتبط هذه القواعد النيتروجينية مع بعضها بهذا الشكل؟ عبر روابط هايدروجينية فالنيتروجين له كهرسلبية عالية عند ارتباط النيتروجين بالهايدروجين برابطة تساهمية يكتسب النيتروجين شحنة جزئية سالبة ويكتسب الهايدروجين شحنة جزئية موجبة ويكتسب الأكسوجين شحنة جزئية سالبة بسبب كهرسلبيته العالية وبالتالي تنجذب ذرة الأكسوجين بشحنتها الجزئية السالبة إلى ذرة الهايدروجين بشحنتها الجزئية الموجبة وتتكون رابطة هيدروجينية يحدث الأمر ذاته مع ذرة الهايدروجين فعندما يستحوذ النيتروجين على إلكتروناتها تكتسب شحنة جزئية موجبة وهذا النيتروجين له كهر سلبية عالية وشحنة جزئية سالبة لذا تتكون رابطة هيدروجينية بينهما وهنا في الأسفل لديكم ذرة هيدروجين لها شحنة جزئية موجبة لارتباطها بالنيتروجين وهنا أكسوجين له شحنة جزئية سالبة ينجذب نحو هذا الهايدروجين ويكونان رابطة هيدروجينية يحدث هذا مع النيتروجين والهايدروجين هنا ومع الأكسوجين والهايدروجين هنا ويرتبط السايتوسين مع القوانين دوما والثايمين مع الأدينين دوما